فبالتالي يا جماعة نركز كده عندي قد البلاطة هي عملت عليها كريك يمين عليها الأحمال بعد كده هطلع للدور اللي فوق اتأكد ان احمله محطوطة الدور اللي بعده وليكن شبه بقية الأدوار لو هو دور مش شبهه يعني ده دور إداري صح؟ فاكرين كان اسمه فراغ إداري فراغ إداري فراغ إداري هحط عليه لودز مختلفة ولا أساين شيل لود يونيفور نافل لبات بعد إذنكو أخل ما هكذا وهو مكان السلم مفض مكان السلم ايه حاجة غيرية أفضيها أعمالها اخطيها اخطيها يعني هنا مثلا أنا نسيت مكان السلم باتديها حط مكانه هذه فلات بخير مكانه بس انا طبعا عشان هجبت اللوحة من غيره فمش هجعود أجب اللوحة تاني حسنا لا هلأن الحضر اخطاء مفض الحركة كيف هو اللباسه ما عملش هذا الانفيرتت بيمس العيد هذا مدر الإتابة يا جماعة هذه الانفرطة بيمس لو أنني أشغل جرافتي وعايز أشوف فقا شايلة إيه ومشايلة إيه يعني يعني لم يعملها وفي هذه الأسئلة أخرى ما هذا؟ أنت لن أفعله وفي أخرى أخرى هنا؟ لا حسناً، هل أنت في الحقيقة هتعمل بيمس أو لا؟ لا، يعني ليس جداً أعمل أسئلة أخرى أسئلة أخرى؟ والصور أنه يعمل صور أنه يعمل والصور أنه يفيد ما يفيد؟ لا أن أعجب الأصل لا يوجد الكثير والصور، أنه يفيد والصور الأسئلة تطور فصور نعم فصور ينفع فصور نعمه ينفع فصور نعمه ينفع فصور نعمه نعمه أنا على فكرة حتى كمان هي مش معوجودة تقريبا نعم على فكرة كل الكلام لانت بتقوله ان انا قلت يعني انا قلت عايز تحط كاميرا لا أريد أن أتحطج كل هذه الأشياء هذا هو سيستم لك أنا أتوقع المفروض أن كل واحد يكون له سيستم مختلف يعني لا يجب أن تفعل ذلك يا جماعة أسألوا كل واحد يقول كل في نفسك لا تصدق كما هي لا تستهل 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 مثلا إذا كان عملت مربع وليس تهل وتحل ولكن في المفروض إذا كنت قد نحصل نحن زي تحل كل يحفل في المفروض وهي بتتحرك يقول هذه النقطة كذا ونقطة كذا ونقطة كذا ها 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 اها ها هنا أثناء ها لا لا ها هذا؟ لا نحن مثلهم لا نحن فقط سادة ليس أن يتسجد نفس المشكلة يا أيها المشكلة أن المعمال الأعمال يصحب بها مشكلة في كل لائم بطريقة المشكلة إنت أعملهم أنا دائما أعمل أي كورس ناس سأطلع نفس المشكلة إرسل أنت العمود بيدك سأطلع مظبور . . . . هل تنقوم بشكل موقع بشكل موقع؟ لا 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 لا. بحضورة بشكل موقع Duars لا 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 هل أن تنقوم بشكل موقع؟ سيدسولة الآخرين بين جودتك إذا كانت لديك موقع معه لكي يدعمل مني والخط التعليم لكن مثل يتبخ في Layer و لن تنقوم بشكل موقع هي بشكل موقع بشكل موقع لا يبقى مشكلة لديك كيف تنقوم بشكل موقع غير ودع ثاني خطت رغي على سيدسولة يعني عندي لير اسمها مثلا بيمزك اللير اسمها مثلا حتة من عبوي كبير وعلي عملت حاجة ربي فعبوي اللي وش هيرضا لي مشارد لفتركاته فهيوم لا يضع في اللير كلها ولا يضع في المتاح لا هيضع في المتاح ولا يضع في المتاح لا يبقى فيه عندك مشكلة في الفايل لا رفع اذا قلت قلت نسلم بلط يعني صليها في الـ يعني بلط الأرض يسمى بلط جران مساء أستاذ وان وعلي كيار jumping nawet اذا اذا مات 那و بruckو اللي في البائت لا يمكن الاستاذ قلت اللي؟ أخيرا، يا بلاي أخيرا، آلا بذلك يتعبب أحبه أرى أخيرا، يعني أضع 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 أبجكت مرحبا، هم مرحبا، لكنني كنت تقول لي أن اسمي كل أنا مرة كانت في مرة قديمة لقد وجدتها وأخذتها ، فأخذت بلطة فوقها أصدت معي كده فأخذت تفادى أن أسميها ستقاله كان الوقت في كل المكان يتم إخفزة الوضع في كل جيكس يطلق تغيرها انا قمت كل واحدة لوحدها عشان اتفادى غلطة زي دي لانها حصلت فعلا انا قمت مستمته من فراء انا قمت مستمين انهم كانوا نفس الاسم جميل اعملها و وجدتها و اضعوا فوق بعض ممكن يكون مثلا زوجا تحدث ممكن امتلك تدفع من الوقت كم سهل هفل اللبات قدامه بعد اذنكه يا اما خلاص انا مفروض ان انت تطبقه في البيت لأ مهم انا قلت الكلام دا اعمال بقى بعمله قدامك تمام طب يلا ناديه حد يسأل اسئلة ونستعمل في اللي انا اريد ان نعمل ذلك كل اسئلة في اللي انا سيعملوا ذلك حالا وانس دي كذا مش حصل كذا حوالي ساعتين عاملين بنتناقش وانس ما هو حصل معها كذا وحصل معها كذا ويجلف عليك تور تسألني برده فبالتالي نوفر الوقت ده في حاجة جديدة اللي هنعملها دلوقتي بنسجل بنسجل إن شاء الله وكل الكلام تطلق في التسجيل نعم 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 دلوقتي أتأكد بس أن الأحمال بتاعتي محطوطة مظبوط فأبص على اللودز محطوط طيب أنا عندي دلوقتي البلاطة اللي فوقه دي بلاطة إداري فعلم عليها وأقول له أصاين شين لود يونيفور وشوف بقى الولز اللي مفروض تتخط عليها لأن كانت مليانة أحسب بقى وزن الولز وسياحه وطبعا اتفقنا على وزنه وده عشان فراغ إداري فغالبا اللي بلوت بتاعه 0.25 أنا عندي مثلا الولز اتفقنا انها غالبا بتبقى 0.4 بعد كده بعلم على البلاطة بقول له ان فيه فلورينغ غالبا بيبقى 0.15 يعني حوالي 150 كيلو جرام على المتر المسطح طيب أقول له أكيد اتأكد ان البلاطة تضع عليها اللوز بتاعتي اطلع للدور اللي فوق وانس اعلم عليهم لا احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ناجي هنا قبل مخضار اقول له انا عايز مصد طيب ا sitcom وانس ادخل مصد طيب انا قبل مصد طيب انا قبل سانية واحدة فهو عامل ان ادوار كلها ماستر فاقول له لا انا عندي ستوري 1 ماشي ده ماستر نعم ستوري 2 ماستر ستوري 3 ماستر صح؟ لا وده ماستر برضه ليه؟ لان دوت هو بقى السكن ده بقى اللي شبهوا كله بعد كده دول نو دول مش ماستر زخاط وخليهم نو ومش بس كده اقول له ان هم شبه شبه ستوري كان بقى 4 كل دول شبه ستوري 4 شبه ستوري 4 شبه ستوري 4 ومش بس كده لما انت هتيجي تختار اه ومش بس كده ستقول له السملر بتوعه شبه ستوري 5 يجب ان اتوقع ستوري 5 ومش بس كده دي. تعال نعلم على البلاطة دي. بص عمل ايه? اختار كل البلاطات. لو انت واقف على اي بلاطة فيهم. وجيت بالوقت يقول له assign. وبعد كده تبتدي اتدخل بتاعتك مثلا. ده مبنى سكني. وليكن اخليه point two. بعد كده هقول له select previous selection. وبعد كده احط. apply select previous selection. طبعا لازم تعمل select قبل ما تحط اي لط. في مثلا. واقول له apply. اوكي. وبعد كده خلصت الاحمال اللي موجودة على كل البلاطات. تمام? كده مش فاضل غير الخطوة بتاعت الرن. الباشمونس هتعمل الرن ليه? عشان اطلع النتائج بتاعت gravity. وعشان اعرف ابعت الفايل ده export للساف. story as if to k file عشان يروح بكل حاجة. ممكن ابعته من غير تقريبا ممكن. يعني كده اقدر اقول له export. مثلا ودي لي الدور story one. تمام? بيسألك هل انت عايز تودي floor loads only? ولا floor loads from above. بص بقى. هنا door not activated. لازم تعمل رن عشان يظهر الاحمال من الادوار اللي ايه? ينفوية. كده الدور ده لو راح هيروح باحماله هو بس. تمام? وده تقريبا ما انا عايزه. فاجي هنا اشوف اعمل load combination بالمرة. يعني دوقتي قدر اعرف هنا load combination اسمها working. واقول له انها عبارة عن الدد. live flooring all add new combination او add copy من ال combination دي. تعالى نسميها ultimate. واخلي دد 1.4. live 1.6. 1.4. 1.4. وبعد كده اقول له اوكي. اوكي. تمام? فانا لو جيت هنا قلت له file export story as safe f2k file. هقول له وديني الدور الاول. وديني floor loads ده بس. واخد كل load cases دي. واخد كل load combinations دي. اوكي. تمام? طبعا هم لو كتيد لو انت دوست على كلمة اول. هقول لك كده انك انت اخترت الاربعة. دوست هنا على كلمة اول. انت كده اخترت الاتنين. هتقول له اوكي. هقول لك انت عايز اللي سايف فين. هنعمل file نسميه. save files. هنسيف الفايل ده. وطبعا دلوقتي عمال بعته. لو انا جيت فتحت برنامج السيف. اوكي. هاجي هنا اقول له file import. هاتلي السيف f2k file بتاع اليتابس ده. هقول له هو موجود هنا على file دوت. set files. الفايل اهو. هقول له open. جابه ايه? جاب البراطة في سنة. تمام? لو انت زبط بس اليونتس عشان لما تيجي تقرأ loads تبقى وحداتها مظبوطة. هنا الكوري دي وحملاتها بالكيلو نيوتين. لا. وانت بعد ما عملت export. لو انت جيت هنا زبطت اليونتس وقلت له consistent. ton force meter. وقلت له اوكي. اوكي. وجيت عملت كليك يمين هنا. على الوز هتلاقيه نفس الكلام اللي انت. وانت معرفه. طيب. هتزبط المشن قبل ما تعمل الرن. يعني في رن هنا تلاقي في حاجة اسمها اواتوماتيك اسلاب مش اوبشن. فانا مثلا اجا اقول له ايه? زبط لي اواتوماتيك مش خليها لي 0.5. واقول له اوكي. تمام? او انت اعمل اصلا المشن على اليتابس. او انت متقسمها هتروح زي مهي متقسمة. وما تاكتفش بقى الوطمش. او خلاص. او انت بعد ما عملتها هم اقول لها رن هنا. لا هو بيقول افرد او انا مقسم البلاطة على اليتابس. انا اعملها او بتقسيم البلاطة على اليتابس. او متقسمة. فخلاص بقى الوطمش بان نوش اي نزمة. كمان انت عمل صيز مثلا نصف نصف. انت عملها على اليتابس 1. مثل بسل. هذا الهي حسن. انت مقسمها 1 في 1. لو انت قلت له هنا قسمها لي نصف نصف يجبdatك الواحد دة اصاص. كل واحد 5. يعني ممكن حتى لو انه تقسمها او او. بالسفر انت قلت له قسمها لي 1 في 1. ويش poke. العمل انت أصلا عمل حيثة الامتس المتخلص منها واحد في واحد فبالتالي Automatic Slab Mesh Options تتزبط من هنا و بعدين تقول له حسنا هتقوم جاي أيد له هنا هل تقوم بقى نصف 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 هل حسب أنا أقسم الحطة لا سأقسم الحطة أيضا سأقسم الحطة نصف نصف يعني عمل الحطة واحدة سأقسم الحطة نصف نصف الحطة واحدة سأقسم الحطة نصف نصف تعريبا سنرى هنا سأقوم بقى أن هذا هو اسمه الباسمنت الميز منتوان سيب طبعا البران كبير وأنا أقسم نصف نصف مش بلان صغير وطبعا كلما تفاصيل المش كانت أصعب من الصفر بohner و Lion تمام هاجي كده هقول له مثلا اول حاجة هتشك الدفليكشن بتاعنا فياجي هنا على العلامة بتاعة الدفليكشن هقول له من علامة المسلس ده وقول له نتيجة للوت كومبينيشن اللي اسمها ووركين وقول له اطلاي اوكي هيبال له شكل الدفليكشن بالمنظر ده طبعا انا ممكن من شكل الدفليكشن اعرف انا فيه غلطات ولا لا في حاجة سيبة في حاجة مش عارف ايه هنا فيه دفليكشن عالي ليه او ده في مسافة فضية كبيرة اوي هنا مثلا هنا فيه دفليكشن اعلى اقصى قيمة دفليكشن موجودة فين انا فاكرا ان ده كان اكبر بحر اللي هو الحتة اللي كانت هنا دي انظر هنا قيمة دفليكشن حوالي كم نتيجة الووركينج اربعة ميلي رقم مش كبير احنا عاملين سمك بلاطة احبا محترمين طب الالوابل بتاع الكود كام كان الى عالمتين وخمسين تمام فبالتالي اشوف الاسباندا كام كان حوالي سبعة متر ونصف فهأقسم سبعمائة وخمسين سنتي عامتين وخمسين اشوفهم كام هيطلع لك سنتي وحاجة اقسمها يعني وشوفها طريقة انت اقل من القلوم فانت كده انت اتسكي طبعا وتشيك على where franklique اللي وايه ما انا بقاولك اتشك على الوضع كان فيه قانون كده أربع أليم، في هذا القانون سأخذ الحسن في هذا القانون، سأخذ الحسن وأعتوى أنه لا يوجد حسن الالفا فمن ثم أعلى قيمة الحسن من أفسها؟ أنها تفقدها صح؟ طبعاً لو معي أريا ستين، لماذا تتساوي أريا ستين؟ فالرقم ده يبقى عندك بوينت ايد تمام؟ طيب، إيه الالفا دي؟ الالفا دي هي حاجة بتبدير كده، بيبقى عندك الدلتا توتن المتطلب القوانين دي، بتحصل الدلتا ديد دود، وبتضربها في واحد زائد الالفا دي، زائد الدلتا اللي عندك مبيت الأحمال بقى اللي هي لايب دود، والكلام دا، بيبقى عندك كده فيه قوانين موجودة فيه كده مشهور ثمان؟ خذتوا انتوا الى اللفا دية، حتى اخذتوا انتوا الى اللفا دية، اخذتوا التفاصيل الأمر في كلام، وفي تالتا في الى اللفا دية، وهو موضوع الكراكين، وتسوفت ترم، والشوم وفراق، والكلام بها صح؟ فبالتانيا كان عندك حاجة كده، الدلت الدود، هو الذي تخاف منه في الكريب لانه هو حمل سابق، وهو الذي يمكن يعمل الكريب فهو الدلتا ديد دود معك، زائد الجزء بعض الكريب، فلما تأثم منه، دلتا ديد دود، عمل مشتها، يبقى لك 1 زائد 1. فغالبا ممكن تعمل لود و تقول له أنها 3 في الدلتا دين دولت. يعني مثلا تعمل لود كومبينيشن فيها دين دولت مضروف في كامل في 3 أو بتخلي البرنامج يحسبها. البرنامج هنا في حسابات Long Term Deflection لكن هاش عارفها بتاعك كود تاني ولا عموض. تمام؟ فممكن أبقى أن أزل فيديو في طريق حساب الديفلكشن على هذا البرنامج. يعني تخليه تضي له مثلاً Level of Cracking يحسب ال Non Linear و يخش بقى في الموضوع دوت سوف يحصل ماذا؟ ففي فيديو مخصص أنك كنت تعرف أن تجيب الدلتا التوتال الذي مرفوضه. المرفوض أن الدلتا التوتال لا تزدت عن كامل؟ عن الإلل على 52. هو ده اللجل لدينا. فشوف دلتا دي زادت أو لا؟ إفرت زادت. يعني إفرت زاد الدلتا اللي حصلت هنا بقت أكثر من الألوة. هل ستجدها؟ سمك البلاطة يعمل. يعمل. يعمل بقى تاخد في اعتبارك أن فيه area steel. تتكبر سمك البلاطة خليه بدلاً. طبعاً تكبير سمك البلاطة يلعب أين؟ يلعب في الرولة لا يلعب في الألوة. 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 يعني عندما تكبر سمك البلاطة ستجد 0.003 قلت. 0.001 يلعب في الألوة. بالضبط. هذا بالنسبة للدفليكشن. لا يلعب في الألوة. لا يلعب في الألوة. ما؟ الآن أعمل. غالباً أعمل. غالباً أعمل. أضرب فيها. وقام أخذ هذا. ماذا؟ ماذا؟ في الألوة. يمكنك أن تكون موضوع. نفسك موضوع. هل تنظر بـ 480. لكن هذه كانت الموضوع. يقصد بها الحاجة المعرضة للكسر مثل ألواح إزاث خارجية حسناً؟ أنت عصدك أنه ممكن المبنى فيه كرتين وولز؟ لكن المفروض لو حطت يقول ما هي كرتين؟ لكن انظر أنه مفهومي للدوة أنه مثل وجهة المحل حسناً؟ طالما هو لا يعملها في المبنى كله، هذا هو وجهة المحل لكن لو المبنى كله إزاث وخايف على المبنى المبنى سأبدأ بقى أرى المبنى الذي يقوله إلا على 480 لكن هذا ليس المبنى كله، يعني حتى هذا الجزء هو أول ثلاثة متر لكن لو المبنى كله كرتين وولز، سأبدأ أضع هذا المبنى لأن لو حطيته الآن، يمكن أن أعصد موضوع الدفلكشن خالص سأحتاج أن أزود سمك البلطة قوي، عشان الإزاز اللي موجود فيه الإزاز اللي موجود في الوجهة هذا، تمام؟ لكن طبعاً أنت بتشوف الليمت، سوف تحققها، يعني بتشوف الليمت إيه؟ وبحقق، أستخدم كرتين وول، هقوم أشوف L على 480، ليس مستخدم، هشوف L على 250 طيب، بعد كده نيجي للمومنت، هاجي للمومنت، قد ينواف هو في الـ xy الأمر الآن، سأقوم بإصدار أن أضع للمومنت م طبعاً أختار الـ load combination ultimate، وآتغل إصدار أن أضع المومنت، ألعون هذا المومنت العام طبعاً الحتة التي فيها دفلكشن عالي أكيد كان عليها مومنت عالي مثل هذه المنطقة والمنطقة والمنطقة هاجي بقى شايفنا المومنت قيمته كام خمسة وتمانية من عشر طني متر هذا البوستن هنا خمسة واربعة هنا خمسة وكذا هذا بالنسبة للبوستن فأنا عرفت أن المومنت تقرر من خمسة ونصف طني متر طبعاً لكذا نأتي عند العمود هذه مثلاً وش العمود هنا خلي بالك لا تذهب هنا أنا مثلاً واقف عند وش العمود في هذا الجزء يعني لا أخذش جوه العمود هنا في الحتة 11 12 طني متر تمام وهنا مثلاً حوالي برضو يعني مثلاً ممكن نقول 12 طني متر تمام لأن هنا برضو 11 فبالتالي الوسط يعني ما بين 11 وال13 وال12 طني متر تمام فكل اللي هتعمله إيه هتجي تقوم عامل طفرة شبكة وتعدي بالمومنت فبالتالي الوسط بتاع الشبكة التي سوف أفردها يعني أنا أعمال هذه قلنا مثلاً والابتالي الوسط فبالتالي الوسط فبالتالي الوسط سوف أستخدم شبكة سوفلية . . . . . .. . . . وف هي من 3.6 مية وف هي من 3.8 و 6 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 30 أو 25 أنا أخذها 30 ليس مشكلة يا جماعة نتأكد 30 صح ثلاثين صح هاجي هنا هقول المثلة هذه عبارة عن 88 صح فكذا الوحدة بتاع كلها بقية كيلو جرام صح هاجي على الإكسل هقول بيساوي 5 في 1.13 في 3600 0.826 في 28 طلقت بترزيست دي ده وحداته كيلو جرام سنتيمتر طيب أنا عايز بقى بالطن ميتر هقول الرقم اللي فوق دوت مقسوم مقسوم على 10 2 2 the power 5 كام 4.7 طن ميتر دي شبكة كمي؟ شبكة 5.12 ها هاجي كده على السيف بص بقى هعمل ايه؟ كام 3 2 1 1 1 2 1 1 أنا أريدك تبيني المومنت الذي أكبر من كذا وأقل من كذا أنا عند الوقت عندي شبكة 4.7 ton meter فأنا أقول لي السيف بييني الذي أكبر منها والذي أقل منها، والذي أقل منها يبقى أنا غطيته، والذي أكبر منها يحتاج إضافي، طيب هو طالب مني يقول لي، يقول لي الرنج الذي أريد أن تبينه من كذا لكذا بص بقى، لو أنت قلت له رنج رنج، ستضع له رنج كذا فأنت سيطلع لك الذي أقل من الرنج والذي أكبر من الرنج أنا هدايا الرنج، وأخليه رقم واحد شعرة كذا، سيقول لي ما أكبر منها والذي أقل منها، هذه أحسن طريق هناك ناس تحب أن تبين الpostive والnegative فتاح يعني سأضع شبكة علوية وصفلية أنا أبدأ بالشبكة الصفلية، الpostive فأنا سأقول له، وريني المومنت الذي أقل من الرقم هذا وأكبر منه فهي أعطي له الرنج الثاني هو نفس الرقم فالذي بينهم لا يوجد فهيبدأ يوريني الذي أقل والذي أكبر حسنا، سأضع له هنا مثلا في المنمم 4.7 والمكسمن مثلا 4.7 لأنك إذا أضعته نفس الرقم سأقول لك لازم المكسمن أكبر من المنمم وأقول له سأضع وقفل وقفل إذا ضغطت السقف كله ومعادة إيه؟ الحتتين دول ممكن تكون الشبكة دي تمام؟ يعني أنا مثلا مش محتاجها في السقف كله وهعمل إيه؟ هتلفه وترجع تاني وبعدين تكرر تضغط شبكة تانية مثلا لا، ممكن تضغط 5.10 المشكلة عندك مثلا أنا مثلا أريد أن أرى فقط الوقت السائد حسنا، نجرب 5.10 هاجي هنا سأقول له ديت خليها 0.78 أداني الرقم كام؟ 3 ماذا؟ 1.10 تمساحة القطر السيخ ال12 هاجي هنا 3.2 4.20 أنا أريد أن تضغط 1.10 1.10 1.10 1.10 حسنا، هل رأيت ما؟ هذا المشكلة قوي يبقى إذن هي 5.10 حسنا، نجد أن نرى نحن نحتاج إلى أداء لكي تضغط هذا المشكلة فأنت عندك أنت تعرف أن المومنت هنا حوالي 5.5 5.7 5.8 فأنت عندك 3.2 هتلاقيك أنت محتاج معاهم 5 أيضا حسنا، فبالتالي هتقوم حاطة 5.10 يعني هتقول الرقم اللي هنا بيساوي ده مضروب في اثنين حسنا؟ انت محتاج الكلام ده فين؟ محتاجه هنا وبرضو دي خمسة ونص هنا دي برضو خمسة يبقى إذن أنت محتاجه هنا ومحتاجه هنا ومحتاجه هنا تمام كده؟ هتأتي على اللوحة اللوحة بتاعتك ترسل بقى الكلام ده أنا كل ده على فكرة أنا أطلع أربع قيم للحديد كده، أول حاجة الحديد الإضافي السفلي لفتجاه X والإضافي اللي هو بنا طلعه ده والإضافي السفلي لفتجاه Y والإضافي العلوي لفتجاه X والإضافي العلوي لفتجاه Y تمام؟ أنا جبت إيه بقى دلوقتي؟ أنا جبت قيمة الحديد الإضافي السفلي طيبة لكن لسه ما قلتش طول الوقت بإيه وما قلتش هتوزع في المسافة البيئة حساب؟ ما بشمال؟ ما بشمال؟ كما قلت لك أنا جاء في M1 ومدرجش إن واحدة ومدرجش إن ثاني أنا تحضر أنا بقول لك لفتجاه أربع حاجات إذن أعرف أننا هنا عبارت شبكة؟ ماشي، لهو الشبكة أنا شغلتها في M1 لسه لا شغلتها في M2 فهذا ما جاءت هنا قلت له ورينج قلت له وريني أم واحد أم واحد واحد يعني لسه شغال في أم واحد واحد يعني أنا أعيده أخطها أم واحد واحد بالضبط 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 الآن نرى كما يقول الناحية الثانية أم اثنين اثنين ممكن أن تكون سيئة بكثير apply close أيضا هي نفس الكلام نضع حديد إضافي في هذا الجزء نرجع إلى M11 ثاني ممكن أن تكون نفس الحديد لا لا تبقى نفس الحديد أنا دلوقتي ركز مع بعض الشباب لكي لا تحتاجها تركيز قيمة الحديد الإضافي الافتجاء X سأذهب إلى اللوحة وأرسم سيخ بطول بقى قد هجعل زوم إن كده أنا مقاس النصف نصح أعدي بقى العدد الإنصاصي اللي هنا فأنا عندي هنا حوالي مثلا سأعدي 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 6 10 12 12 6 12 13 14 14 14 15 14 21 21 22 22 24 24 26 26 27 28 28 29 29 29 30 29 30 31 32 31 32 32 33 32 33 35 34 35 35 فهاجي هنا هقول له انا عايز مثلا المسافة من هنا لهنا بعد كده هقول له points add المسافة من هنا لحد العمود ده Also الثاني هنا في عمود الليبيه النازل أخذ السابقة يتعطيه على الوحة لآه يا لها عمود كنت ترتدي على الوحة نحن نريد حاجة كده يعني ثانية تمام اعمل لها موف واخدها من هنا وبعد كده احطها هنا كده سوف اراف يعني موضوع مش مستهل عشان كم سيخ يعني تتعب تمام وبعد كده هتعلم عليها وتقول له سين توباك توباك اه هنا سين توباك يعني خليها لي عشان تبين كده على اللوحة بس لا يا بسيطة بس تنفع لو البلان بتاعي كبير ايه وبعدين انت عارفت بقى عارفت التستيح هتفضل فيه ايه انت عارفت البقعة مكانها فيل فعارفت ترسم السيخ فيل يعني مثلا ايه 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 موضوع ايه يعني بينفع طبعا بس لو انا عندي مثلا مبنى كبير ومليام بقع مش معمولة فبالتالي اعملها ايه 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 حجl ايه 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 انا ايه انا ايه 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 تتحدد كود حسنا مثلا ايه ان اي 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 بعد ويطلع الوحدات ويطلعها شكلها عامل كيف؟ بعد ذلك البرمارك بتاع number of separator المارك سيباريتور شيئات خاصة بالdetailing انا صراحة لم اشتغلت بي detailing فبالتالي هو لما يضع ماركس أو spacing separator كل قد كذا يعني بدل ما يكتب at أو يكتب dash بالضبط المaterial quality بيقول لك concrete volume cu millimeter أو بالصمت digits after decimal لو انت هكتب ال units اللي هي الحاجات اللي هي preferences بالضبط بعد كده بيقول لك الslab and matter enforcing preferences لأ انت لو عندك لك حاجة عايز تتميز بيها البلاطة أو الرفت وتخطها بتحدد بقى ال preferences في كل حاجة بالضبط عندك الbeam reinforcing preferences بعد كده عندك drawing format properties بعد كده عايز تبتدي تطلع اللوحة هتقوله شكل اللوحة شكله عامل كذا وبعدين اقوله اوكي المفروض بقى في الآخر شكله اعلم على الحاجة اللو انا عايز اطلع علىها detail المفروض بالضبط صح لازم اكون طبعا عامل design عشان اعمل detail يعني انت مش عامل design يعني تعلم على البلاطة بتاعتك كده هتقوله 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 عندك كده يعني مثلا تعال تعال نعملها هنا هنا في design برضو detail هتقوله لا انا خليه اعمل columns مثلا بس يعني مثلا كده خليه لا انا بس عشان اواريد بيعمل ايه بالضبط ادي عندك هنا هتدوس F4 دي الاعمدة صح اتخش بقايم design برضو ليها preferences برضو يعني مثلا لو هت design concrete فهاجي هنا اخش على concrete frame design view and revise preferences بتاعت البرنامج هتبتدي تقوله مثلا ال preferences بتاعتك ايه بعد ما خلصت وعايز بقى تبتدي تعمل design هتقوله start design and check فيبتدي ايه بص كده هتلاقيه يمسكهم عمود عمود شايفوا الخط الاصفر ده يبتدي يعمل عليهم design بس ده طبعا بعد ما تحدد preferences بتاعت الكود ايه بص ابتدي يعملهم كلهم كلام ده كلام ده كتب لك area steel اللي انت محتاجها في كل عمود طب انت عايز تعرف design بتاع العمود ده عمل ازاي هتقوم تيجي بمعلم عليك كده يعمل click فبيقول لك ده load cases اللي هو جربها عليه لو انت عايز تشوف بقى design هتقوم تقول وريني السمن طبعا ها مصممها تقريبا كود امريكي اسي ايه فامرح بيوريك بقى كل الحاجات بتاعت design كل البرامترز بتاعت design اللي هو صمم عليه ده زي calculation sheet يعني او بطلع كود امريكي بطلع بعمل بطلعهم في bdf و بمرجل bdf بتاع design بتاع الاعمال طيب خلصت وعايز تطلع فتقوم مثلا معلم على العمود اللي انت خلصتو واتقوم تقول له detailing وبعد كده detailing preferences وبعد كده هتقول له start detailing هتبتدي تظهر معاك على عكس هناك انت لو انت لو مش عاين من design مش هتظهر طيب نرجع هنا تاني عباله هو ما يخلص apply بس نشوف تسليحة بقى هاجع من ايه؟ هاجع المفروض اللوحة بتاعتي تبع عندي كده بالمنظر ده وابتدي ارسم سير تاني اتجاه خلصتو فعالا تبديها تباك هاجع او مرسم السيخ بالانتجاه ده احنا اثناء هكذا 12 حت يعني قد ايه؟ يعني 600 نص واطلع نص ونص سبعة متر واقول انه سيخ سبعة متر هنا في الحتة ارسمه في اي مكان هنا في اي حتة وبعد كده انت المفروض السيخ ده يبقى ماشي من ايه؟ من اول لحد هنا سترسل دي م contin state واخضبت جواهنowe معنا أن السيخ يتحرك معناふذي تحرك على الآن causes هذا دي م dokument It quantía باقي الذي تفيد ولن أن يتفيد slots ح Seهة من sins يتقسم من وامه عن مثلا X يعني أنت ثم calculation الاول عن حد هنا zu psi هو بدأ من أن حصد لكي أستخدم الترواب ما يجعني هم أخصدت SYخ هذا الفصل الذي تبقى استخدامه من الأول في نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا تمام طيب عندك المومنت بقى م اثنين اثنين هل هي النسبة للشبكة بقى الآن بقى سنة أم لا سنة أصبح أو بقى الضغطة قدثة نفس الكلام هنا ستقوم عامل سيخ طبعا انت لو عندك فيه جزء مش محتاج السبع متر كلهم يعني مثلا انت عندك الحتة دي جيت تعد المربعات لانتهم محتاج طول سيخ خمسة متر حتة زي دي مش محتاجة يبقى اذا اقسم الحتة دي الوحدة محتاجة سيخ خمسة متر ودي كذا لكن لو كلها مثلا بتتراوع خمسة ستة خمسة ستة خلاص بشيء كلهم ستة لان انت ستبدي تقص انت عندك السيخ طول اتناشر متر هتقسم حتتين الخمسة دي عندما تقصت عن مكرا يروف يروف الزبال فيتحط في البلاطة حسن ماي مايترمي اذا كان يحبه المدوصميه يتحبه المدوصميه اذا كان يحبه المدوصميه لان انت ممكن ان تقول ان اهمش الدقة عالية وتتاعة ممكن تهضر كثير فبالتالي بدل ان تهضر والحتة دي تترمي تبقى في البلاطة تعالى كده نشوف الاتاب عمل ايه شاهد شاهد دفع انت انت هام ثانية. وهم سمي ده بيه وعمل ده ايه. نعم مش عارف الصراحة. طيب خلينا في موضوعنا بس عشان من ضعي عشوى. المفروض يعني في الاخر انا عايزك تطلع لوحة زي دي كده. ده الكل البلطبة اللي هتكلم تكرر هو زي بعض. يعني لو تابي كان هتسيب وتقول عليه ان هو تابي. حاجة زي. كده يعني مثلا اول حاجة لو احنا البلطة بتاعت نافلة سلاب. فانت هتطلع عليها بلطين واحدة اسمها اللي اوت. وبعد كده التانية اسمها ايه. اللي هي الريمفورسمنت. الريمفورسمنت دي. الشبكة لازم ان تقول ان انت مستخدم شبكة صفلية قد كذا وعلوية قد كذا. غالبا العلوية ممكن تبعها على سنة. ليه؟ عشان انت عندك نجاتب عالي. فانت ماينفعش تقول ان انا هستخدم شبكة علوية خمسة فاية عشرة. وتمحطط لاضافة تمنتاشر. تمام؟ فيه فرق كبير في الاقطار. فيحصل تركيز في الايجادات. فبالتالي تضطر انك تستخدم اتناشر ومعه ستتاشر. تمام؟ اتناشر ومسلا معه تمنتاشر. لازم الاقطار تبع متتالية. لكن لا تستخدم قطر صغير وقطر كبير جدا لان ممكن يحصل تركيز في الايجادات. والخارسانة بتاعتك تشرخ. اخترت امش مثلا خمسة فاية اتناشر كما انا عامل كذا. تبتدي تشوف انت محتاج اضافياتك فين. فتبتدي الحديد الاضافي السوفلي يبان صولد كذا. الاضافي العلوي يبان خط النقط بالمنظر. فتبتدي العلوي يبان في الجزء العلوي يبان بالشكل هذا. يعني عندك العلوي مربع كذا. اضافي الاضافي لفتجاه X كذا. والاضافي لفتجاه Y كسر. يعني ان انجنش التجنيشة بتاعته. وانا اخطيت شبكة الالوة السيفة. لازم اضافي العلوي. نعم انت سيفتها بقى خلاص. بالصحيح لا نعملش كده. انت موفر اللي انا سيفتها. انت موفر اللي انا سيفتها. نعمل الضافي فقط سيفتها. بالضبط. يعني انا سيفتها شبكة وان شبكة سيفتها. هذا يعني انك صيفتها العمود. والحثة هي واضافة. انت مسايفها بزيادة وعشان اضطلت الفوق اضطلتها السالب السالب الشراك الانج كنتوها هعملها دلوقتي قدامك فبالتالي ده معناه انك مسايف يعني مش معناه ان اضطلت اضافة ليس معناه ان اضطلت اضافة في العمود يعني استخدم 7 فاي 12 في المتة العمود سيب ده معناه انك حطت شبكة بزيادة فبالتالي المفروض الشبكة كانت تبقى 5 فاي عشرة ومعها مثلا اضافة 5 فاي عشرة كمان تمام طيب السيخ بتاعنا هوا يا جماعة قديشنا البطوم 5 فاي 12 وبتكتب تحتين لنس بتاعه وقد ايه اللي انا كنا جايبينه 7 متر 6 زائد نص ونص بقى 7 وبعدين بتحط عليه نقطة كده والنقطة دي بيتمشي عليها ديمينشن وتقول ان السيخ يتحرك من النقطة الفلنية للنقطة الفلنية لو عندك بالعرض هتقوم حطت السيخ كده قديشنا خلي بالك بقى الكتابة بتبقى عاملة ازاي احسن نكتب بطريقة غضب اللوحة بتبقى كده ماشي انا بمسكها كده فانا عايز انا لو بصيت الاتشنال اللي هو هيجي بالجمل الكتابة بتبقى عليه لو انا عملت الورقة كده اللي هو اللي هو بصيت كده شمال وفوق شمال وفوق شمال او بالضبط من قصدي اللي هو جاي منين ان انا اخطت الكلام ده كمام فانتر انا لو بفتح انجليش عادي فانا ممكن اعمل الكتاب كده اقدر ابوص عليه بطريقة مكتوبة كده ليس معكوسة مكتوبة الكوفة معمول لها روتايت مكتوبة ايه ما ؟ بالتلف يعني وانت بتكتب تكست تبصوا بتكتب حاجه اسمها DTT تين وعين يا جماعة من التكست م تكست و DT بنكتب الحاجات الصغيرة اللي هي دي بال DT DT وبعدين بتقوله ان انا مثلا عايز اكتب هنا يقول لك الهيط كام بيقول بيقول لي .2 هقول له ماشي .2 بسألك على الوتايشن انجل لو انت كتبت له 90 يبقى انت اللي هتكتبه ده هيبقى على الانجل 90 والم تكست الم تكست سنة بس نكتب اي حاجه وبعدين نقول له انتر بس بقى اتعاملة ازاي بقت على الانجل 90 طب بيديوه كده ولا بيديوه كده ما لا تسعين هتبقى كده كده بقى كده طيب الام تكست بقى ده لو انا عايز اكتب ملاحظات طويضة نوتس هكتب حاجه كبيرة جدا فاجئة على الام تكست اقول له m t enter ومثلا هايقول لي فين الحيز انت هتكتب فيه قدي الحيز هتكتب بقى انك بتكتب في الورد ان ده انا تكست بقى اقول لك كبير يعني مثلا انت محتاج كل ده عشان تكتب 5.18 اما مثلا انا عايز اكتب ملاحظات ان كذا 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 وان في الدول الكلاني يعمل كذا وان الحديد الكلاني المفروض يبقى كذا وان مشعارك 3600 كيلو جرام على سنتمتر المربع والمبنى تم تصميمه اللي يتحمل خمسة ادوار علوية ومشعارة معها واكتب كل الملاحظات دي في كل لوحة يعني كل لوحة بيبقى لهم ملاحظاتها واكتب مثلا ان الخرصانة مقاومتها 30 كيلو جرام على سنتمتر المربع ويتم معالجتها مشعارك في مدة سبعة ايام بالرش بالمية وكل الكلام ده يكتب في الملاحظات لكي تخلي مسئوليتك مسئوليتك لازم تخليها فكل الكلام ده يكتب في الملاحظات فمحتاج الان اكتب تكست مطول يعني لو فتحت الملاحظات بتاع اللوحة دي اهل حاجة سمسم ترمي السؤال وتفتح الفيسببك بسم الله ما شاء الله ترمي السؤال وتفتح الفيسببك تمام؟ تمام انت مصرحني وجاء 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 الله أخذت اللي أنا أعيز هذا هو المنظر سوف أعلم عليه كده وبتدي أعدل كما أنت عايز بصد The columns have been designed to carry basement ground and 8 floors All dimensions in meter Their enforcement of columns indicate that Concrete should be cured using continuous flush of water for 7 days سوف أقوم بصدق 1.2 meter مشكلة بسبب عدم الاراية الكاملة نعم طبعا لكن أنت تخلي مسئوليتك يعني ماذا؟ بحيث لو حصل أي شيء تترمي على التنفيذ أنتم لم تفعل ذلك أنا كتب 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 فأنا أخلي مسئوليتي وأكتب الملاحظات حسنا، عرفنا الفرق؟ هل يستم بغاني تنسل أو؟ ما على حسب كل مشروعه لي المواصفات يعني مثلا ما يحدث يا جماعة في مشاريع التخرج واحد يكون يقفل المشروع قبل ان امتحان في يومه وعايز يضع الملاحظات ماذا؟ من اللوحة أخرى يقول له يا ابني أنت مش كاتب في النوتس الف سي يو بثلاثين هذا المشروع الف سي يو باربعين ما الذي أنت كتب؟ المشروع كتب المشروع كو دور يقول له مش عارب كعشرة يقول له خمستاشر ما الذي أنت حطيته فتلاقي اللحظات ثانية دائماً تتقفشوا الموضوع الملاحظات فاللي يأخذ ملاحظات يقرأه يعني امز المجدود أن تقرأه فيها تعديل عدد ماذا؟ 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 نعم ماذا؟ نحن في اللالة لان نحن نبني في السياح نصر نقولها ساميحة ماذا؟ دائماً يجب أن تقرأه هنا لأن كل هذا المجدود مسيحة هنا المجدود بزيره ماذا؟ طبعاً أنا أفضل إذا كانت عندك المجدود أن أضعه السيخ ونقوم بقى الحديد الذي لم يتجن هذا المهم هذا المجدود لان الشبكة ماذا؟ والشبكة لديها المجدود أيضاً الشبكة لديها الشيوك لكن كانت لا تستمرد في الموقع لكي نتكلم ونحن لا أعطي وهو قم تشتبه بالسياحة وخطيتها وخلصت على كده إذا لم تفتحت ولا فوق ولا الكلام بس أنا أعلم الكلام في اللوح يعني في اللوحة بيجيب الطرد بشيله كل واحد من لباتل قبل ما ييجي وشيل الشين سيخ كده وعرفش بشيلهم على كدفه وطلق بيجرب السقف بيهم ونوم ايه؟ فرش السقف والخواص كده عليه بطوله بطوله بس ده لو الشبكة والمساحة بديك فرسته لا يعني البلان نفسه يعني مثلا افرد بلان 10 متر وانت ستستطلوب مارسة ستعملينها بالتحضل بالضبط ده الشبكة بص افرد افرد الاضافي السفلي دخل في العلو وبقت اللوحة بازل اعمل اضافي السفلي على لوحة والعلو على لوحة هذا يحدث لو اللوحة مليانة اضافة لكن افرد الاثنين مدخلوه وعرف تقرأ اللوحة اللوحة طيب انا عندي هنا انا احس ان انا اقدر اقراها يعني ده مدخلش بدا يعني الحديد دوت موصلش لده ولا وصل لده وطبعا بحاول ازبطها يعني بحاول ايه يعني انا كان ممكن اكتب الديمينشن النحيادي هنا بس انا اعرف انها تخش فين في التسليح ده فكتا بتاع النحيادي فكل الكلام ده انا براعي وانا باكتب الديمينشن بحيث ان الايه الاطقام متخشش في بعض والتسليح ما يخشش في بعض اه في يوم برنت او لا بس انت بتعمل الكلام ده دلوقتي اشو ما تقدرش هو البرنت يعني الكلام دلوقتي مش ساعة البرنت مش انت عملت ديزاين خلاص انا عرفت ان هنا خمسة فاية اتنوشر هفضل حافظه لحد يوم البرنت فبالتالي ايه؟ هرسن هرسن ايه؟ 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 ماشي بس انت لو بتكتبها كده تكتب طوب اند بوتون كذا دي الموز يا بوضان لو المختلفين لو مختلفين هتضعها باكتبه عليها المظلم ان اكتبه هناuring طيب هاجي اعمل الكلام ده يعني برضو هاجي هنا يعني انا بطلع طلعت ام واحد واحد و ام اثنين اثنين دي انا خلصت الاضافة الصوفية خش على العلوي هاجي اكتب هنا ان المنمام ده سالب وده سالب وبعدين هاجي كده اخلي دي بقى فور عشان المكسمم هيبقى قلب تمام بص انت كده عندك الاعمدة معظمها عايز اضافي بس اضافي بقى شكله عامل ازاي هنعرف دلوتي انا عند الوقت نبين ام وان ام تو تو طب نبين ام وان وان الاول اما ما ماشر الاعباد ببص كده اول حاجة ده ام وان وان انا عaluته اعمل عشان اباين من اللي مش منغطي في النيجاتف تمام بص كده انا كده بجيب انه الحديد ما هو الفوق في منه X وفي منه Y ده X صح؟ يعني سيد الله يتحق كده طيب اول حاجة انت عرفت مكانه صح؟ لنجيب قيمته قده فهاجي هنا عند وش العمود اهو واده هنا قيمة الوقت كم؟ 9 طنم ماشي؟ 9 طنم هنا لا هذا كان عمود ثاني وعلى حسب انا اختار انهي عمود كل عمود بالضغط اه مهم كل عمودة الاضافة مثل بعض انهي ده ممكن تعتبرها فرنج العمود يعني الحتة ده ديت اللي مش متغطي ديت يعتبر فرنج العمود هذه الحاجات يعني 4 طنم يعني يعني ممكن يكون انت المفروض اصلا لما تيجي تقرى المومنت تقرى من شو عند وش العمود كمان انت ممكن تطلع مسافة دي على اثنين سمك البلطة على اثنين لما اظهرت البلطة على اثنين الذي هو لا ليس لكي تطلع المومنت لكي تقرى المومنت انت خدت نصف البلطة يعني اصدقى 15 سنت هذه البلطة و هذه العمودة صح? البلطة في الحقيقة صمد صح? ومتطة طرف اصدقى عامل بلت في نصف البلطة صح؟ فالنظر ان هذا الكلام مجمع حقيقة وهو هذا العمود انت تقرى العمود وانت عامل تقرى المومنت وانت عمود تقرى المومنت وانت نصف البلطة اصدقى بلطة خطوة فالنظر المفروض ان هنا هو هذا الجزء ان الحمد يمشى كيف يمشى صح? فبثان سأقرى عن هذا الجزء يعني انا لو عايز اعرف الحتة دي كان من امش كده او امش كده وهو ده الحتة اللقر عندها قيمة المومنت عشان اقرأ مومنت دقيقه فبالتالي يعني الجزء انا لو طلعت بره دي عالفين فابقى سيفا انا كده اصلا مور سيفا لا ده مش تشيكو بانش لا ده انا بقى المومنت انا كلها خطوة المال تقوم بتعمل القانون بطاقتها انت ممكن بتعمل تشيكو اف�نشنج قبل ده لا لابس انت상 الم LAURZ بداقى التشيكو افنشنج قبل الخطوة عليه السابق اول حاجات ماداية وحتاج إلى متألة بلاحظ من الم Louise إذا كبر، أريد أن أرجع أخرى و أرجع أخرى. أول شيء، سأختار قطاعات مبدئة. قطاعات المبدئة مبنية على مبدئة المبدئة التعليقية. غالباً، قطاعات المبدئة لا تتغيرها أولاً. يعني تبقى كام، يبقى الفرق 5 سنتي أو 10 سنتي، شيء ليس كبير. في هذه الخطوة، أنا مفهودة تشيكوب بونشنج. تشيكوب بونشنج بأي إكسف شيت بشيكوب بونشنج أو أعمله بأيدي. كيف؟ القانون بتاع البونشنج، أنا ليس فاكره قوي، فقط أنت تكتب وتشاهد أن الكيوب تجيب البونشنج أو الاسترس، تقول كيوب تساوي، كيوب على لا يعرف الأرى التي هي صحة المحطية، وبعد ذلك تشيك على ثلاث حاجات. أنا كنت أعمل لها إكسف شيت. فيه، لكن ليس بالكود المصري. سننطلق لأمانك، أو ديزاين لأمانك في بلات السلاب، سنبدأ أن أقوم بأن نوع الكولوم، إنترنل والأكسرنل، أقوم بأن نوع الكولوم، سنطلق لأمانك، سنطلق لأمانك، سمك البلاتة، لكن بعد أن تطرح الكفر، والFCU، والW Ultimate، وهناك شيء يسمى L1 والL2 والC1 والC2. L1 والL2، وهو الحتة التي حوالي العمود، وهذا يعمل على الثاني، وهو ليس عمود، بالضبط، وهو يعمل على الثاني، وهو يعمل على الثاني، وهو يعمل على الثاني، وبعد ذلك، C1 والC2، وهو أبعد العمود، والبتا، وهو 1.3 وال1.15، وبعد ذلك، أول ما أقوله أنه نوعه إنترنل، سيقوم بغير هذا الكلام، سيقوم بغير كل شيء، هذا فيلوكوب، وهو فيلوكوب، وقام بغيرو، وقام بغيرو الأنسان، وبعد ذلك، سيقوم بغيرو الأنسان، يعني، مثلا، سنطلق، سوف أعطيه لأسفين اللوت فأنا أعطيت له W Ultimate هذه المفروضة سأعطيها بأيدي يعني أنت ممكن تتحرك Excel sheet بالW Ultimate أنا أقول لك تحسب الW Ultimate بكام؟ وتقوم خططها يعني افرد رفعتها خلتها مثلا كان في الجراج 25 فأنا أقول لك ماذا؟ انساف افرد كان يعني 20 انساف برد هذا العصد يعني افرد باللود فقط أريد أن أقول لك أن هذه تتلون مع ماذا الانساف والانساف مفروض ستكبر سمك البلاطة يعني أنه ليس سيئ فقط ستحتاج أن تعمل هذا الجزء طبعا كلنا عارفين في البلاطة نعمل صح؟ لا 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 سوف يسايفه هذا العمود بزيادة سوف اوصله المومنت الريزيستنس يعني لو ضربت هذا الرقم في 2 سوف يديني 9.4 طن متر طب افرد في حتة تانية مش مسايفة على اكتر مثل الـ 12 اضطر اعمل ايه؟ ما ينفع معي 5.12 اضطر ان اشوف 5.16 5 أو 2.5 ايه 2.5 انه اضط سيف و سيف يعني سبعة في المتر يعني فيه حتة ممكن تحتاجها مثل ايه 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 هل سألحظك كيف أكثر من فتحات الفتحات؟ معروف، الفتحات تعمل لها فواتير و تضع فيها لهادش بالمنظر يعني كيف يعملها كيف؟ لو فتحت كود التفاصيل، ستجد أن يقولك الفواتير حوالي الفتحات 3.16 و 3.16 يعني حاول نزل كود التفاصيل من على النات و تبص فيها على تفاصيل الفتحات بيتيك التميكة لتفحها حسنا، إفرد كانت عندي فتحة كبيرة جداً، ممكن الفتحة تكبر لحد ما تفرغ يفعل كلها حتى لو كانت تتخفف في البراكة، أخطها حواليها حتى لو كانت تتخفف في البراكة، أخطها حواليها، عشان كود التفاصيل، أنا ممكن يحصل عندها كبيرة جداً سأخطها 3.16 هناك جزء كده كان في خلاف دكتور ياسر دليسي كان يقولك يحسب لك التسليح الذي تضعه عند الفتحات الذي تبطعه لديه، تاخده معاك لديه هذا الكلام؟ هل ستأخذ لها أي حاجة فيها تغير، يجب أن تأخذ ساكشن و تبينها أي حاجة فيها تفاصيلة، تظهرها برا لأن كل ما تتعلم ترسم تفاصيل، كل ما تتحسن المخيلة تتعرف تفاصيل التسليح شكلها عامل كيف؟ هل ستدخل على السيف؟ هل ستدخل على السيف؟ هل ستدخل على السيف؟ أيهاً، هل ستدخل على السيف؟ مثلاً، لو لدي تهبيط، لكن يجب أن يكون حوالها كاميرات هل ستتحبط البلاطة، وتبقى تشارع الحواء؟ أولاً، لو هبطتها، فإن لا تدبس الخراصة لو أنت مهبطها، وهم الاثنين كسر البلاطة، هل سيقوم بصمك؟ هل ستدخل على السيف؟ بالضبط، هل سأحاول أن أقصرها، سأكون حتة من البلاطة، إذا أضغر السمك من 30، سأتخليه 25 مصر هل سأضع كاميرات؟ أنا أسأل له، لو ستتحبط، ستضع كاميرات، سيقوم بفرق منسوب؟ لا، لا، سأقوم بفرق منسوب، سيقوم بفرق منسوب، سيقوم بفرق منهم، هل ستحبط بفرق منهم؟ لكن هذا كلام في السؤال، سيقوم بفرق منسوب، هل ستحبط بفرق منسوب؟ هذا كلام في السلد سلاب، ما هي المشكلة، ما هي الحقيقة؟ ما هي المشكلة؟ هم في الحقيقة البلاطة هطة، سواء سلد أو فلات، لكن كموضل، في السلد سلاب، هناك شيء، هنا البلاطة على منسوب، وهنا البلاطة على منسوب، فهل يجب أن يكون هناك كاميرا ما بينهم، هل سوف يجب ان تحبطون من البلاطة؟ هل ستقوم بفرق من uno أوقات؟ هل سوف يجب أن تجدها؟ نعم، هل افعلت المتحبات بفرق منショئ؟ انتهى ال� Adventures بіш ل 네가 عايزًا، هم살 بدل الملاطة؟ ص infected with the flex・ class و consum AT drs ستعلنم ال details في الفلاس انت كسرت البلاطة، قبضت الحديث في استمرار ليا؟ يبقى لا كسلت البلاطة لكن لو انت مهبطة هل نغير السمك؟ لا 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 هل نغير مستوى؟ هل نغير مستوى؟ لا لكن في الموضل يعني مثلا يا جماعة انا فقط اريد اسأل سؤال لو عندي بلاطة ومتهبطة انت عايز النتائج تطلع شكلها عاملت كيف؟ ايه كل انت محتاج من النتائج؟ الموضل يبقى مزبوط ونقل حملها مزبوط صح؟ انا دلوقتي لو انا عندي عملت المشي تقسمتها مختلفة ومهبطش البلاطة ومنظمتها هذه تقسمتها مختلفة ونحطتهم من اتنين جنبه كده الموضلت ونقلت حملها في الكاميرا في هنا خلص انت عايز اكتر من كده انت عايز بس تشوف شكلها عامل كده انا ممكن اخليك تشوف شكلها عامل كده بس اخليك توقع تعمل حاجات ترفى حوارين نفسك اه طبق تعمل تعمل وتعمل مثلا وحوارات فبالتالي هتاخد منك وقت فانا اعمل ايه؟ اشوف الاسهل وعمل مش لازم كل حاجة تبقى بشكلها مش لازم اننا الحاجة اللي انا قلتها مره عيدها حسنا خلصتنا الحديد بتاعي ابتدي اخش على الحديد ان في الاتجاه التاني طب اي رأيك في الحتة دي حتة طويلة دي هقوم حاطة سيخ ومشي على كل الانس ده تمام وقوله ان هو ماشي من اول انا الحاجة للاخر طيب نفس الكلام برده هبين ام اثنين اثنين وعمل فيها نفس الكلام طبعا اخطها خمسة فى اتناشر بقى وعمل ايه؟ وشوف المومنت اللي كفرد والنوت كفرد طبعا انت لما تكبر الخمسة فى اتناشر الحاجات دي هتتقل يعني تعال كده شوف ده كام اربعة بوينت سبعة اربعة بوينت سبعة هاجي هنا هكتب نيجاتف اربعة بوينت سبعة ونيجاتف اربعة بوينت سبتة تسعة مصر اخليها فى اثنين 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 عشان ورتبت من التبال اللي عملها نعم 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 فأنا أريد أن يطلع الرياكشن لكل جوينت من ذلك فأقول له display show tables analysis results reaction joint reaction وأقول له حسنا سيطلع لك الـ joint reaction نتيجة لكل load case أعمل إيه؟ سأقول له فلتر له هذا سأقول له اختار أنا أريد الـ ultimate فقط تمام؟ طبعاً سأقوم بعمل فلتر يعني كان مبينهم كلهم طبعاً مبين لك joint واحد عليها dead live flooring وكل حاجة ووالتمت أنا لا أريد أن أقول هذا الكلام أنا أريد فقط ماذا؟ الـ ultimate تمام؟ وبعد ذلك سأقول له وديه الكلام على الـ excel أعمل كريك يمين هنا وأقول له export to excel كريك يمين هنا منبرة وأقول له وديه الـ excel سيفتح لك الـ excel أنا لا أفتح لك أعرف أن هناك مشكلة لك في الـ excel حسنا نظر Fx Fy Fz Fz ومومنت وشيئات كثيرة كما قلت نظر كل شيء ونظر مومنت خمسة طن متر على العمود وسبعة طن متر واثنشط واركام هناك مفتح لك هو الـ joint وكان من الملت من الملت في الـ joint مثل كوبلر كبير صغير لكي أرد الملت وليس الملت هذا غير صحيح لا تستخدمه في المدل لا تستخدمه في المدل وهو ستجد أي مطلع ولكن تكون مضيقا لا 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 تستخدمه لا لا تستخدموه وليس كم كبير وستخدمين يعني انت مش مطلع على كابلر كده باينه قول ان فيه كونسنتراتي لود هنا كده الكابلر ايه اللي هو الكوربل اللي هو الكوربل تمام فبالتالي حط كونسنتراتي لود هنا وشوف يعمل مومنت تقديه هو يمسيب تشبه كده اللي عمدت الباس بس ولا عمدت كل ده 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 الرياكشن بتاع اللي هو العمود تحت فطاعه تحت عليه رياكشن قده مش هفوض احسابه على الباس اوه تلكم ان احسابه عند كل ده بحس ان انا اجب افطاعه وفي الوقت ان انا او القطاعاء تحذي أول القطاع ستبدأ بالكبير صح اوه اوه لو اعرفت الكبير ممكن اعمل ايه اما اطرح منه عدد وانا طرح منه ممكن ان اخعلي هاتلي العمود الفلاني او ممكن اقول له هاتلي عمود الفلاني او اطرحلي كده اطرحلي كده اذا احفتو الرقشن 10 عذرة ام صح احسابه واحد اذا اقفتت فى الرقشن وقدت جونسل عن الرقشن بالضبط تطلع على الرياكشن هذا الرياكشن نتيجة الكامل للخمسطاشر دول كلهم يبقى نتيجة العشر تدوار كامل اطمعا لو قسمت الرقم ده على مثلا خمسطاشر هاعرف نصيب كل دول المتوسط تمام فانت عرفت الفوق كامل عايز تيجي هتقوم معلم على الدور بس اول حاجة لازم ان تقف في الثري دي بس كده view xz 0 مثلا انت عايز تحسب الرياكشن هتقوم معلم على الاعمدة في الدور تمام وبعدين كده هتيجي هتقل له شو مشكلة و بعد كده هتقل له وريني frame results column forces شفت بقى الولوز و بعد كده هتقل له و بعد كده هتقل له اطلع لك الفورسة في كل كله فانت عرفت هنا بس خلي بقى يطلع لك بالنجاتب لانها تبقى internal forces ليس لا هو بس يقول اطلع لك اطلع لك فهتيجي بقى تقوم فالترهم وتقل وريني نتيجة ultimate بكام فاقوم يطلع لك العمود مش عارف سي 12 عليه 23 تنة كذا عليه كذا ده عليه 900 700 وكذا ومسك كل العمود وطلع عليه كذا بس اصدقى اطلع لك و المسكتب و المسكتب ماذا سيكون و المسكتب بس اطلع لك و المسكتب المسكتب و المسكتب يسلق كل و المسكتب طيب لكي تغيبتها وانا تغيبت انا كبان ثانية واحدة وانا خلص قربنا نخلص طيب اه كده apply انا لو عايز اطلع normal forces على الاعمدة هاجي هنا هقول له وريني normal على frames وريني الاكسيال اطلع حسنا كده شايف normal force على الاعمدة اشتاق لا عمل اكي تقدر تطلع بقى لانت اريه انت انت لو جيت قلت له طلع للي عندي دول بالمنظر ده هم طلع لك بس هتختار frame او تختار النقط زي ما انا ما اخترت تقول لي هيا هيا تمام هنا بيوريلك تسلسل الاعمدة مثلا العمود ده عليه سبع وعشرين تلاتين خمسة وسبعين مية مئة ثلاثة وثلاثين مئة ثمانية وثمانين مئتين بعد كده مئتين وسبعين وكذا وقال لك بقى كل عمود اللود عليه بيزيد ازاي طيب ابتدي اتصرف ازاي مع التابل ده طبعا قيمة الف اكس والفي دول بتوع الشير ما فيه شير على الاعمال شير قليل جدا العمود يستحمله بالنسبة للمومنت برضه نفس الكلام هي المومنت قيمة بس انا مش اصمم المومنت دلوقتي لسه استنى المومنت اللي جاي من الزلازف عشان ما ضيعش وقت اصممش على المومنت مرتين انا اصمم على الف زت بس وكل الكلام ده ما يهمنيش انا عايز رقم الشرقينت بس دليت وانعرف انها نتيجة للبيز هي دي اللي عمدان عندي تمانية وثلاثين عمود اخدهم كده كنترول سي واروح على ال اكسل وقوم افتح شيد بتاع تصميم اعمدة مثلا ده مشيد سهل جدا تعال نمسح بقى دول اللي موجودين دول اقول لك تعال نمسح تعال نسيب دول ها جا اخد دول كنترول سي وااجي احطهم هنا وقلوا كنترول في اعملت ايه؟ خدت ارقام الجوينس واحد اتنين تلات اربعة كذا 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 هم كل دول وبالرياكشنا بتاعتهم تمام؟ بس خلي بالك دول دول نتيجة للعشر ادوار صح؟ يعني الكلام ده نتيجة لكم دور اصوري خمسطاشر دور تعال البلان كله تمام؟ لان انا هنا كنت زمان كنت اجيب نتيجة لتو يعني حاجة تانية هقول له اعمل لي صورتنج للرياكشنز دي منين؟ من هنا واقول له رتبهم لي من زده ايه؟ من الكبير بالصغير فهم راح هو رتبهم لي قال لي النقطة رقم خمسة رياكشن عليها الف ستمائة تمانية وتسعين تن في بعد كده الف وتلتمائة الف وماتين طيب ممكن ال الف وستمائة الرقم الكبير ده؟ الواحد وصي وان كده ممكن الف وتلتمائة ومعهم الميات بس كتير ممكن لحد الف مية وخمسين ونمسك كل دول واقول له ميرج وخليه سي اثنين ممكن بعد كده عندك لحد التسعمية تسعة وعشرين وتميرج وخليه سي تلاتة وكذا بقى سبعميات مع مثلا العمود الستمائة اللي الواحده ده وخطه في عمود وكذا بقى تمام في الاخر يتكون كام سبعة تمن أعمدة خمس أعمدة ويبقى اسمهم سي وان سي تو بالمنظر ده اعرف منين ان العمود ده يعني فين العمود ده على البلان يعني دي تاب سهول اقفل وكذا بقى سبعميات وكذا بقى سبعميات وكذا بقى سبعميات تبعميات اوكي نوكبرها اوبشنز دي سبلي يونيت مشوري لاكه اوبشنز توليرانسز tolerance graphic preferences minimum graphic font size مثلا نخليه 15 وده نخليه 7 كل النقطه موجوده في البلاد ماج开 وصل πεس ها قللك لو انت عايزي تبين الاعمدة اتنا انجرب مجتمع لا انا قد معلم معنين هكولون يعني ممكن اكون علمت عليهم بعد كده يعني لان انا بعد لان انا تحت لما جيت بيّنت نورمال كورسز انت رحت ما اختار كل النقطة اللي تحت بس انت طبعا ممكن تختار اي نقطة انت عايزة وتقول شو سيلكشن اولي يعني مثلا الجروب بتاع الاعمدة ده اقول له مثلا كريكي مي شو سيلكت الابجوكت اولي تمام اوكي يعني مثلا لو عايز اذا اشوف فاق العمود اللي هو اصلا 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 انا اضطلهم على فاق رقم 5 اذا انا اخوان اختارهم الاخرى 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 فاق فاق الاخرى الابجوكت الاخرى واسعة اوى هنا كده تمام فاقرار 14 مفوضة اكبر مع الحسب انت عندك هنا كان فيه بلاطة معمولها فاقرار في الحتة دي تمام فممكن تجد 14 مفوضة اكبر خطط الشرعى تعالى كده انا عندي العمود ادزاين على القيمة دي فهاجي ااخد القيمة دي في الاسيل الشيت من ايه اما هذا من اقترى به مثلا لعمود البي بقعته هو كام واو اقوله هو عليه 1700 مثلا طبعا امد ايديك في العمود احاول ازويده شوية طبعاً إحنا واخدين وزنه معنا فبالتالي ممكن مضربهش فاكتور بس غالباً معظم المكاتب تضرب الأعمدة فاكتور ضربه في عشر في المية يتكبر وزنه خمستاشر فيه مكاتب يتكبره جامد طيب أنا دلوقتي الـ Excel sheet مبني عليه مبني على أن أنا بديله P, U, P Ultimate, Area Concrete تمام؟ وبعد كده بقول له سوري لا بديله P Ultimate, U, P, F, F, C, U هو يحسب لي الـ Area Concrete من أين؟ إن شاء الله كان عندي القانون الذي هو هذا وحفظ الـ Area C إنها تبقى Point O1 من Area Concrete سيأخذ الـ Area Concrete عن المشترك وأقسم على إنها سيبقى جوابه P, U, P فبالتالي في الآخر ستجده P Ultimate على حاجة فإذا هو هيأخذ الـ P Ultimate بتاعتنا ويضربها في ألف عشان يحويلها لكيلو جرام ويضرب بعد كده Point 35 في P4 اللي هي FCU زائد Point 67 في P3 اللي هي الف ييل في C7 اللي هي الميون يومي يطلع لك في الآخر إيه؟ أنت محتاج Area Concrete قد كذا يعني لو العمود بي بتاعته بـ 95 أنت محتاج متر كام متر 26 طيب الـ الريشيو ما بين الـ P والT قد إيه 1.3 طيب أنا طبعا مش أريد أن أخذي عرضه 95 خليه مثلاً 40 تعال نشوفها يعمل ماهي؟ بص 40 بقى 40 في 3 متر تحاول بقى إيه؟ بقى حيطة خلي بالك يا مستخدم ميو كام؟ 1.5 في المية طيب تعال نعلم بالميو شوية 2 في المية بقى كام؟ 2.80 متر طيب أخلي ده 50 وقى إيه وقى إيه 225 اه بقى 50 في 225 وما بقى حيطة هل رأى أن تقطع العمود كبير كيف؟ وأقص على ذلك كل الأعمدة سأبدأ أفردها به ووصلها إلى حد وهو يجب التى ماهي؟ هل ستعمل ماهي؟ لا أقصد لك مبنى 15 دور فبالتالي هو العمود ستعمل فيه وصلت إلى الـ Area Steel Maximum وهو هذا القطاع الذي تريده سأذهب إلى المعمالة ونرى المعمالة بالضبط سأذهب إلى المعمالة سأذهب إلى المعمالة سأذهب إلى المعمالة أو سأعمل في المنز أنهي يقوم بكبير سأعمل كبير سأعمل كبير لكن كبير لديها المال سأتمنى هنا هل سأتقوم بأسرار أصدقاء الحديدة على المعمالة أو سأتقوم بأسرار dan فأنا لو احترار العمود طبعا لا يوجد أى أي شيء هنا فأنا لو احترار العمود سواء دخل كده أو دخل كده أو دخل كده لا يوجد أي شيء وهذا ظهر في هذا الفراغ وهذا ظهر فبالتالي لا يوجد فيها اي مشكلة وأقص على هذا العمود كان متر سبعين ثاربعين فنحن لم نعدنا وهو عارف انه مبنى كبير مبنى طويل فلازم قطعاتها تبقى كبيرة يعني مش هتقدر تتفاداها وخلي بالك المبنى ده كانت 12 دور ما كانت 15 انا مقال لكو هو 10 من 3 من تحته يا رجل هذا منسوب الدور 11 لا كده يبقى كامل 14 14 سق 2 بدرومين احنا عملنا له كامل طيب احنا بصوا جماعة كلنا هنشتغل على بدروم والتاني وبعدين معي كم دور بقى نعمله زايدا نخليه زايدا منسوب الدور الاول الثاني الثالث الرابع معانا كام دور 11 12 دور 12 دور من بعد الارض هنعمل 12 دور من بعد الارض يعني عندك كده ده يعني عندك كده ده ده يعني عاصل مش بتكلم في بلاطات كان بلاطش تمام؟ بص 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 فبالتالي هي بتقلن البوستر باللي موجود اوي فبقوم انا باخد انها من غير ريجد زون او نسكا بتعمل ريجد زون هم انتقرار عايز تعملها اعملها بس انا بقولها تنمي يحصل بره حتى كمان المومنت اللي يتقري من التابس ساعات في ناس بتاخد المومنت البوستر تدربه في 1.2 وتصامل على 1.2 من البوستر اللي بي طعبه عشان يسايد البوستر بزياده فانا مش حقبها انتقرار الاطماتيك ريجد زون واقومنا اقللو فانا عايز اسايد البوستر مقابل ان الاعميدة مثلا لجدد بتاعيه تبقى عالي او او اعلي حاجه فهي تسحب فانا بقوم مزود البوستر بزياده بحيث ان انا بقى في السيف صايد طيب دلوقتي دوت الديزاين بتاع الاعميدة هعمل كده في كل الكون هتعمل تقتل الجدول ده بقى يعني مثلا انا عامل سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 الكون هذا الكلد من الدول يعني تصمم على انهي سي 2 سي 10078 سي 3 سي تصمم على انهي تنمية 35 شيء جيد هذه هي قيمة جديدة ثانية ثانية المصر نحن لدينا الكاتيجول أصمم على الكبير هنا كبير هنا كبير من كل الكاتيجول ثم سوف تخرج المفروض نذهب على اللوحة 5 اوالكورس اه انت طبعا انت قايل الاريس تيل 2% تمام انت تعمل اكسيل شيف بتاعك عايز تستخدم ده اوكي انا قايل الاريس تيل 2% فانا محتاج 221 سنتي شوف انت تستخدمهم ايه هنا انا مستخدمهم كتر 25 طلع ان انا محتاج كم محتاج 45 كتر 25 طب اما انت مستخدم كتر 45 سيف طب انت مستخدم كتر 50 في 2 متر وربع تمام فقطع كبير اكيد يبقى في كلمة السياخ كثيرا تمام ده انت ممكن تحاول تقلب القطر عشان نزود عددهم اكثر لان انت عندك 2 متر فانت لو تقول لو تخط في المتر عشرة السياخ فانت عندك ادي كده الجنب ده حاجة وعشرين وجنب ده حاجة وعشرين تمام فانت محتاج حوالي 50 سيخ في العمود ده مثلا اكثر من 50 يعني ممكن اقلب ده أنت كفح فانت شك hacen لا انا اقلب الانتة الماضية أشكل بأي عدد بار dqASE اعيد فابقسم على الانتة الماضي انا عيز مثلا اشوف أنا كان بار أنا لعمله بإيدي فبيطلع لي فالأريا ستيل فالأريا ستيل ديت أنا عايز أخليها برس الطاشر فبأسم على الأريا بتاعت البرس الطاشر طيب هذا بالنسبة للعمود طيب أفرد أنا هعمل كورتلمنت وهصمم عند كذا ساكشن مش هصمم تحت بس وهصمم واحد تاني يبقى أنت هتيجي كما أنا ما عملت كده ببين البلان في 3D وتختار الأعمدة وتقول وريني النورمال فورس الزل فيها وتقوم طلعها وعمل لها وتشيل النجاتب وتخلي بوصد يعني تضربها في سلب واحد وبعدين تقوم عامل لأنه سيكون مطلع النورمال والنورمال كومبرشن يبقى قيمته نجاتب وتقوم عامل القصة الأولى القصة الثانية القصة الثالثة كل 5 درقصة يعني المفروض أن عندي 14 دور هاقص مثلا مرتين أو ثلاثة مثلا مرة كل 5 دور أو مرة كل ثلاثة كمان؟ هو عمل نفسه بالكاديجوري الثاني لا ما أنت عايز تضبط الموديل عشان أنت لو طلعت العمود زي ما هو المبنى في السفل أنت لما تقص المبنى هيدعف فأنت لازم تضبط موديل الزلازل شوف أنت هتقص أو لا؟ يعني لا أقص لبال المبنى الزلازل؟ لا تقص قبل الزلازل عشان يبقى الـ exact stiffness يعني لا تدخل أحمال الزلازل على مبنى عمدته كلها قوية من الأول إلى الآخر وبعدين تأتي في الآخر تقوم منفزه مقصوص طور زي ما بعد أنت تدخل أصل على الـ هتيجي كده على الـ هتبين الأعمدة بس في 3D view set 3D view XZ 0 هننشيل الـ لا هتفضل الزهرة بلد لازم تشيلها من هنا طيب أنا عايزة أغير الأعمدة اللي في كام دور مثلا الكام دوردور تمام؟ هختاره مولو شو selection all تمام؟ هل يتجربون الحطام كله؟ خلونا في الأعمدة بس لا أخاف الحطام هذا هو plan و هقف في الـ story مثلاً رقم 3 apply اوكي هتي الأعمدة هأكتب all stories تمام؟ انت مثلاً عمود ده هيتغير هتقوم معلم عنه هتقوم هو معلم فين؟ في الالي ستوريز تقصينا على السكشن الجديد اللي انت عمل لها شور يعني لو جيت كده قلت له شو قول ايه ده عمل لها اختارها محنة تختار قولها شتوريز تكفر حتى في الهدن طيب هتيجي بالاسب بقى هتوقف هنا في البلان انا مسلا هنا واقف في الدور ستوري رقم 2 هتشيل طبعا يعني انت طالما قلت انا هخلي اعمدا وشبه بعض في الدور كزا والدور كزا هتقوم جاي هنا هتقوم انت مظبط موضوع ستوريز ده هتعمل كليك يمين وتقوم ايه اللي هو واتخش على كويك اد ستوريز وتغير تخلي دور مثلا الاول والثاني والثالث ساملر بعد كده الثالث والرابع والخامس ساملر للثالث السادس والسابع والثامن ساملر للسادس التاسع والعاشر والحداشر والاثناشر ساملر للعاشر وهكذا فانت لما تيجي تختار تكون مشاغل ايه الساملر استوريز تختاره ونعمل معك الحركة ماشي ماشي بس اللي هي خليك تسيلكت كل جروبس ممكن تقول انت اه اصدك يعني وانا بعرف أنت اصدك طب داوت بعد ماتعملهم عصاين بعد ماتغير قطعتهم ماشي 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 وانت بتعمل سليكت بقى ليهم وحطهم في جروب ماشي ماشي انا بيتكلم على السليكت بقى يتعيني ازاي يعني مثلا عشان اختارهم اختارهم اختاره ازاي بصورة سهلة ما انت مسلا هتيجي كده هتبقى واقف في السريد دي مش عارف تختار العمود ما كانوا ازاي ما كل عمدة بينا كده طيب فلازم اباينهم في البلان فهباق اباينهم في البلان كده مثلا ادي ستوري ثلاثة طبعا انت مثلا هتقول وان ستوري اكتف دي تخليها وان ستوري فانت مثلا العمود ده والعمود ده والعمود ده والعمود مثلا ده قطاع واحد انت اخترتهم ابتدت حطهم في جروب عادي مش مشكلة انا بتكلم بقى ازاي تختار ده وكل اللي تحتيه فانت بالتالي اتبطر ان تعمل اتبطر ان تعمل وتعدل في الساملر استوريز دي عشان لما تختار يختار الساملر اللي شبه ماشي بس انا هنا بس مش مزبط دول فانت ازبطهم بقى شوف مين اللي هتخليهم شبه بعض في الاعمده اوكي طيب الولز والكورس هنحاول نسيبهم زي ما هم عشان موضوع الزلازل وهذا لا تحاول اخفض في قطاعاتها ما اقومت مشطور قوي انا عندي بابمى 60 دور اه لا اخفض ايه تجعل الـسب يفهم هذا الكلام الـتابس لا يوجد انتغير في الـداتا بيس يعني انتغير في الـداتا بيس يعني انتخرج له يعني انتظر على الـسب ممكن ايجا اقول له اقول له ادت فيه حاجة هنا اسمها الـ تقول ايه تطلع مثلا حمل معين خط انا دخلت احنال زلازل او حمل وين دعيز تغيره فاقول ايه اقول له اتغيرها وتلعب فيها تقول له امورت الفايل فاقوم يغير كل الكلام انت عنه كده لسه الكاميرات طيب تعال انشوف بس انا على هذا البلان لعندي مفهوش كاميرات بس انت لو هتخطها معاك هتيجي هنا تقول له وريني المومنت اللي على الكامير وبعدين تقول له ابلاي فهو يوريك فيه الكاميرا اللي هو هنا تمام فامراح مطلع المومنت اللي على الكاميرا او لماذا حضرت الكاميرات على الفايل لا اسم الفايل هنا تقريبا تعاملت معنا بالغلط حاجة مثل هذا وكان مكانش فيه فايل اوه 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 هاه سدي اوه اوه لا ارهاش لا هذا عملها كلها بوكس نرى الاتاب المتزبطة لا ارهاش بلوح الاتاب المتزبطة معمولة متزبطة ماذا لو ارهاش ارهاش سنتم الغر اصلا اصلا لا تحتاج تصميم و او انا اصميمها اصلا لابد ان ارهاش لابد ان ارهاش قد ان ارهاش و ارهاش و ارهاش و امسح الحيط اللي هو رسامها هينه دي كده اه طبعا اعمل رن فالمهم يعني امسحها يعني في الاخر امش عارف هو الكاميرات هنا مطلع لبني مومنت بتاعها كده الكامير اللي مطلع عليه مومنت غريب امش عارف هو الكسر عادي مفيش مشكلة بس احنا عشان مقسمينه انا اصدق هنا امش عارف هو الكاميرا دي لو يعني يعني على فكرة تحصل كثيرا لو الكاميرا دي مش قوية مش قوية ازاي يعني الاستفتنس بتاعتها مش قوية قوي بتقوم تدفلكت مع البلاطة يعني عندي بلاطة تلاتين سنتي وعمل الكاميرا دي بين خمسة عشر سبعين البلاطة لما هتتاني هتعمل ايه في الكاميرا هتتاني معاه فبالتاني ما تبقاش اصلا شايلة البلاطة تمام يعني ممكن الديفورميشنز بتاعت البلاطة تجافر من الديفورميشن بتاعت الكاميرا يعني تقوم محركة بكاميرا معاها انا لو عندي كاميرا تقيلة جدا كاميرا تقيلة زي بلاطة تلاتين سنتي دي حاجة ده تمام لو تانيت زي الاكزامبل اللي كنت باورين زي ماهي لكم بارح كان هنا ابن انا فصل بص كده بص كده بص كده شوف الكاميرا دي تمام الكاميرا دي مفروض سيمبل صح ايه 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 الكاميرا اللي موجودة هنا متحملة على كابولي هنا ومتحملة على كابولي هنا تمام والكاميرا دي متشالة على اثنين كابولي دول صح؟ سيمبل كده نطلع المومنت اللي عليها م على الفريمز وقال له وريني فورسز م تلاتة تلاتة اوكي هقول له هقول له ما تورينيش اله اله ريات بص كده المومنت على الكاميرا دي شكله عامل ازاي و اله هاد نلاحظ البلاطة شالت الكاميرا فالكولم ستريب الموجود الذي جاء من الناحية الثانية كالكولم ستريب الموجود الذي جاء من هنا كأنه عمل سبورتينج للكاميرا هنا وهو الموضوع كله دفليكشن وهو دفليكشن هو الذي يحكمه هل أنت منعت هذا أو سمحت هذا؟ هنا حصل دفليكشن كبير فحصل موقع عالي لكن هنا تقريبا لا حصل دفليكشن أو دفليكشن لما البلاطة دفليكشن يكون يكمل فأمرحل قلب نيجاتب هنا و بعد ذلك نزل يزيله هنا فلما البلاطة دفليكشن تبقى قوية فالدفليكشن سيبقى لها فتحكم الموضوع اللي مسكة فيها لازم الموضوع اللي يبقى قوية نفس قوة البلاطة عشان يتبقى يشد تمام؟ أنا فصلت يا جماعة ماذا نتحدث؟ طيب بصوا نعم نعم أربعة واربعة يدوبة خنزل لأكل حاجة المهم يعني المرة الجاية يعني تعالى نشوف المفروض المرة الجاية تعمل نحن عارفنا البلاطات أصلا انتم تجدوني أسئلة وبعد تعمل هنا وهنا وهنا بل هو عن طويل بسم الله ما شاء الله فدلوقت المفروض المطلوب مننا المرة الجاية ان انا اكون جاهز باللوح بتاعت أصلاح أطلع اللوح مثلا بتاعت البلاطات شاهدت البديو منوا اتعمل ازا اطلع بعد وإلى كل هذا اللوحي يكون جاهزة مش هستني آخر المشروع وأقول له إن كان في هنا خمسة وهنا في كل كل كلم عذا بيتاعمل دلوقتي تمام؟ اللوحي بلاطات سواء السيستم يكون جاهز يعني المفروض ان فجوعة تانية السيستم يكون خلصها اللوحي ليه قوت؟ تأخذ لي واحد قاوة تسقط عليها تسليح وبعد ذلك خمس دقيقة فقط سأخبركم شيئا لكي ننهيها أنا أريد أن تطلع ليها جدول كممكن أقولها المرة الجاية فقط حرام وانت تفعله تسليح تطلع تسليحه في اللوحة على طول شيء بالمنظر ستنزل هي على فكرة موجودة وهنزلها تانية انتو بس خشوا في الدرايب قلب في كورسي اثنين ده هتلاقي كل اللوحة والبروجيكت ده موجودة المفروض كل كولوم بتطلعه تطلعه حاجة اسمها جدول الأعمدة جدول الأعمدة ده محتوائي محتوائي اسم العود تطاعه تسليحه كناده شكله عامل ازاي وتفريد بداع كناده تاني لا ترسله طبعا انت عارف طبعا ما بين الأسيح كان ما بين الأسيح كان ما تزيدش عن 25 ما بين الأسيح كان كده لازم تحقق وانا كنت كتبه تمام؟ طيب نتقول له بي و تي كذا الاريا ستيل كذا ثلاثين مطر كذا الكنات شكلها عامل ازاي؟ وبعد كده ترسملي توزيعة الاسياخ جوه القطاع توزيعة الاسياخ جوه القطاع بالمنظر ده وبعد ما توزحها توريني تفريد الكنات شكلها عامل ازاي؟ انا استخلنت الكنات دي طبعا ليه؟ عشان كان عندي العرض اربعين سنتي فما ينفعش سيبه اربعين سنتي دول فضي من غير الكنات اربوط سيخ واسيب سيخ انا لقيت الكنات ايه هيا هيا فانت قرح ترابط السخين اللي موجودين فوق دول طبعا اكيد انا مش اول مرة نرسم اعمدة جمعا اكيد رسمنا اعمدة في الكلية وتعلمتنا وافل الكنة وما تنساش الافل والمسافة دي كذا طب انت رابط سيخ وسايب سيخ لي ما المسافة اكبر من كذا تمام؟ فمش اول مرة نرسم اعمدة كل جديد انك بس بتحط الداتا انا في صورة تبيليت انا مش هودة صمي الكنات صمي الكنات على ايه؟ ما تصميمش تتاخد كذا انا بقول الستة فاي تمانية في المتر في الاول والاخر في اول متر وخمسة فاي تمانية في المصر تمام؟ اعتبارات الكنات دي عشان الدكتالي دي تيليم وانحنا ما اعملناش دعو بالدكتالي دي تيليم طيب لو انا هعمل كرتلمنت هقص الاعمدة يبقى جدول تاني القص الاعمدة بالمنظر ده في ايه بقى؟ في العمود اللي هو السي وان ابعاده ايه؟ والتسليح بتاعه ايه؟ في البيزمنت والجراوند والفيرست والساكت طيب افرد ليه ابعاد واقطع تاني في الادوار يبقى في السيرد والفورس والفيفس ابعاده ايه واقطعه ايه؟ وكذا بقى طبعا كل الحاجات تتطلع من الاكسل انا لا اريد ان تضع هذه الحاجات على الاكسل وتطلع ترسلها على الوحة لان نخلص منها والريح تمام اوكي؟ اللي عنده كاميرات ويعمل لها ديزاين فيقوم يطلع جدول الكاميرات جدول الكاميرات محتوائي اسم الكاميرا التي تفرضها بيم واحد او بيم اثنين او بيم اثنين او بيم اربعة او بيم او بيم اربعة او بالضبط تسليحها البطر كان 5.16 عشرة فاذا انه؟ ايه على شكل اسمه A1 و A2 انت بقى بابتدي بتسمي الحديد اللي ماشي من اول الكاميرا الاخيرة اسمه A1 الحديد اللي مقصوص اسمه A2 ويطلع لها typical detail بالمنظر الحديد اللي ماشي من اول الكاميرا الاخر اسمه A1 والمقصوص اسمه A2 الحديد الحديد تبتدي تقول بالخط سايد بار امتا بقطعه كل مسافة 30 سنتي يعني لو عندي خمسين انا اريد سايد بار واحد عندي مثلا تسعين يعني تسعين دول متأسمين من تحت البلاطة خمسين مش محتاج لكن ستين على حسب السمك يعني لو عندي السمك بتاع البلاطة عشرين سنتي والكامرا خمسين مش محتاج لكن افرد عندي البلاطة خمسين والكامرا تسعين محتاج ايه؟ سوري البلاطة عشرين والكامرا تسعين يبقى سبعين يبقى انا اذا انا محتاج افصل كل تنتين سنتي يعني انا محتاج مسافة تنتين سنتي لازم يبقى فيها سايد من تحت سنك البلاطة طيب التوبرينفورسننت برضه مقسمه نصين سي وان و سي تو يعني اذا التوتال كام؟ خمسة فائع عشرين واثنين فائع عشرين محطوطين بالمنظر ده كده اه لا سوري الحديد العلوي سي اثنين بس اللي هو كام؟ خمسة فائع عشرين ومال ايه سي وان ده اللي هو علقات الكنات اللي هو هنا ده تمام؟ بعد كده الكنات هل كانت في اول الكامرا زي كانت في نص الكامرا؟ اول الكامرا في المكسمم شير في نص الكامرا؟ شير قليل فانا ممكن اكسف الكنات في الجزء اللي في الاول وبعد كده طبعا ده بعد الديزاين اوف شير يعني الكنات اللي انت بتصممه بحط له الكنات بتاعته وافرطلع انت محتاج خمسة فائع عشر اكتب خمسة فائع عشر لكن في النص هحط المنمم خمسة فائع عشر في المتر تمام؟ وابتدي اقول له مثلا ان هنا الكنات من النوع جي وهنا الكنات من النوع اف تمام؟ كده ده القمر فبالتاني ان شاء الله المراك باية نفسي تكون في واحدة خمسة حتى يمكن ان تبدأ بالقوم من الوقت ما انت ماشى انت عمل الستاد كالسيستم؟ ايه بس برضه باية باية جهة جروره تيري مع المهمومة احشان نمشي في المسكاد والبطاع المزبوط لازم هذه الحاجات تبقى خمسة حتى نمشي حتى نمشي باية الكامرا تقوم بتقاري حسنا اعمل حاجة البلاطات وانو انخوص الاعمال أهم شيء نعمل يا جماعة لأنني قديت الكورس قبل كده هناك أشخاص قمنات المشروع حد الآخر و هناك أشخاص وصلت في النص فأنا لا أريد أن تفصل في النص و تقع خلص، نحن نريد أن نخلص في الأسبوع فبالتالي، نحن نريد أن نكون مجهورا ولا شيء، اخلص في الأسبوع